ترجمة نانسي قنقر بداية نحتفل هذه الأيام بمناسبة مرور 50 عام على البث الأول لتلفزيون البحرين نود بداية أستاذ سهير نسمع منك كلمة بهذه المناسبة أولا أبارك لكم وأبارك لتلفزيون البحرين ووزارة الإعلام بهذا الحدث بمناسبة مرور 50 سنة على البث الإعلامي في مملكة البحرين البث التلفزيوني طبعا الإذاعة سبقت البث التلفزيوني بمراحل أو بسنوات سابقة ما رأيته هنا جميل جدا أتمنى لكم صراحة التوفيق أن يتم استغلال هذا المكان وهذا الاستوديو الحديث العصري بالصورة المثلة وبأقصى طاقاته يعني لا أن تجلب فقط المعدات والإضاءة والصوت دون أن تستغل بنسبة 100% أتمنى لكم صراحة التوفيق والمزيد من التقدم والتطور بإذنه تعالى نعم أستاذة سهير كيف تصفين تطور جهاز التلفزيون خلال فترة نصف القرن الماضي؟ والله أنا بدخلت هنا لأستوديو وذكرتني ذكرني الأستوديو بالأستوديو القديم نشرة الأخبار القديمة أذكر يعني أنا عصرت مرحلة الأستوديو القديم جدا 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 في تلفزيون البحرين كان يطلق عليه أستوديو أربعة وفيما بعد نقل إلى مركز الأخبار كان التحرير مركز التحرير وبني مبنى خاص لهذا الأستوديو وكنا نقوم بالبث وكان الدور السفلي فيما بعد انتقل إلى الدور العلوي طبعا في مركز الأخبار أو بالأصح في استوديو الأخبار عصرت الكثير عصرت حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية والثالثة التطورات العديدة التي حصلت الحروب التي كانت يعني مرت على الدول العربية الكثير من التغييرات عصرت أيضا أول وكنت أحد المراسلين أنا ذاك أول انتخابات في مملكة البحرين في العام 2002 هذا أذكره تماما وكيف كان النقل فكل هالأحداث ذكرتني كأنه شريط سريع حينما دخلت إلى الستوديو قلت واو سبحان مغير الأحوال صار في نقلات كثيرة وتطورات كثيرة بالتأكيد أستاذ سهيري أنتم بدأتم العمل التلفزيوني ويعني بكل احترافية وعالية نستمد منكم هذه الخبرات الطويلة وأيضا ما توجه هذا الافتتاح افتتاح الستوديو الرئيسي لمركز الأخبار وكذلك أيضا تم افتتاح مبنى الإذاعات الخاصة هو تفضل سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتجشين هذه المشاريع الإعلامية الوطنية كيف تصفي لنا هذا الاحتمام والحرص من سمو الافتتاح الرسمي بالأسلوب الذي حضرته أنا للأسف كنت مسافرة وبالأمس وصلت أمس في الليل فحضرت أجزاء منه على سوشيال ميديا على الإنسجرام وأيضا بعض المشاهد التي أرسلت إليه أو الأفلام القصيرة التي أرسلت إليه وجود القيادة متمثلة بالسمو الملكي سمو ولي العهد أعتقد أنه هذا دعم كبير جدا وتأكيد على أهمية وجود مركز إخباري في مملكة البحرين مركز حديث ومتطور ويخدم الهدف أو الغايات التي أنشئ بسببه هذا المركز فوجود أعلى قمة في مملكة البحرين لافتتاحه بصورة رسمية وبصورة بهذا الزخم الإعلامي دليل على تأكيد أهمية ومكانة الإعلام في مملكة البحرين بالتأكيد أستاذ وهذا أيضا يمثل لنا دعم كبير كوادر بشرية بحرينية عاملة في مجمع وزارة الإعلام ككل شوف عزيزي بسام وجود أي شخص في أعلى قمة الدولة حينما يقوم بزيارة أي مؤسسة وطنية أو أي مؤسسة حكومية الأفراد يشعرون بالفخر بمدى أهميتهم مثل هذه الزيارات أنا برأيي الشخصي مهمة جدا كانت تحدث في السابق ولكن مهمة أيضا أن تستمر للأجيال الجديدة أمثالكم يعني يحس الإنسان بفخر بمدى التقدير بأنه محط اهتمام وبالمسؤولية أيضا بالمسؤولية وأيضا تنقل له المسؤولية مباشرة عندما يحادثك شخص مسؤول كبير في الدولة وأن يثني على أدائك أو أن يسدد لك بعضا من النصائح هذا أمر جدا مهم تعزيز لمسيرتك المهنية جدا مهم بكل تأكيد أستاذة وأيضا وجودكم معنا أنت أستاذة سهير وأستاذة العالمين البحرينيين من الرعيل الأول يشكل لنا بالتأكيد يشكل لنا دافع للمزيد ويشكل لنا أيضا مسؤولية في أن نواصل هذه المسيرة الكبيرة وانتقدها إن شاء الله أنا أشعركم وأتابعكم صراحة بفترة فترة أنا ما زال عشق لتلفزيون البحرين دائما الناس يقولوا سهير أنت لأن اشتغلت فيه لا 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 مش لأن اشتغلت فيه أنا أحب تلفزيون البحرين وأحب أيضا إذاعة البحرين المكان اللي تشتغل فيه وإن تركته تتم تحمله وتحب أنك دائما تسمع أخبارها وتحب دائما تشوفها زين من شذي أنا أتمنى دائما أقول أشوفهم في شيء أحسن وأحسن وأحسن أتمنى لكم توصلون القمة تكونون أفضل وأعلى تلفزيون على الأقل خلني أقول شوي متواضعة في منطقة الخليج العربي أو على مستوى دول مجلس التعاون إن شاء الله دائما هذا المركز قفزة نوعية لكم كبيرة إن شاء الله نتمنى مثل هذه اللقاءة أيضا أستاذ سهير أن لا تنقطع وأن تستمر معكم شكرا شكرا حضورك معنا الأستاذ سهير العجاوي مذيعة أخبار سابق في تلفزيون البحرين شكرا على حضورك شكرا لكم شكرا 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 شكرا